قال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا في تصعيد حاد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام لمشيشي بينما يقود المأزخ السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي تؤجج الاحتجاجات في البلاد إلى ذلك ذكرت وسائل الأعلام الرسمية أن محتجا تونسيا أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة توفي في المستشفى مما أطلق مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وأجهزة الأمن وأضافت المصادر أنه بعد زيوع نبأ الوفاة حاولت مجموعة من الشباب اقتحام مركز الشرطة مما أفضى إلى مزيد من الاشتباكات ولمزيد من المعطيات حول آخر التطورات التونسية ينضم إلينا من تونس مرأسلنا ويسام دعاسي صباح الخير ويسام صباح الخير محمد لك ولكفة الزملاء ومشاهدي برنامج صباح النور ويسام كيف يبدو المشهد على الأرض بعد مقتل المتظاهر هيكل الراشدي وتجدد وتيرذ الاحتجاجات خصوصا هناك تظاهر أو دعوة لتظاهر لسكان حي التضامن ستتوجه اليوم إلى البرلمان نعم محمد ليلى ساخبة عاشت على وقعها مدينة أسبيت لدي محافظة الجسرين بعد مقتل أو وفاة أحد المتظاهرين هناك روايات متضاربة عن أسباب هذا الوفاة هناك من يقول أسيب على خلفية إطلاق الشرطة لقنابل الغاز المسيل للدموع وهناك من يتحدث عن ما دون ذلك يتحدث عن وفاة مسترابة ليست بسبب التظاهر لكن هذه الحادثة في كل أحوال أدت إلى اندلاع مواجهات البارحة مع قوات الشرطة ومع ما بين المحتجين في هذه المدينة التي تقع في وسط الغربي تونس هذه الحادثة تأتي في ذل وضع اجتباعي متوتر في ذل احتجاجات اجتماعية أخرى طابعا عنيفا في الأوينة الأخيرة هناك دعوة اليوم للتظاهر والاحتجاج هنا في العاصمة لأهالي منطقة حي تضامن وهو حي شعبي يقع بدواحي العاصمة هذه التظاهرة أو هذه الوقفة المثيرة الاحتجاجية ستنطلق من حي التضامن في اتجاه برضو أين يقع مقل البرلمان التونسي وأين سيعقد اليوم جلسة للمصادقة على التعديل الوزاري المثير للجدل هناك تحذيرات من هذه التظاهرة خاصة في ذل وضع وبائي خطير تصيفه السلطات الصحية هنا في تونس وزارة الثقافة أو السلطات كانت قد دعت إلى منع كل التظاهرات الثقافية وكل التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا بالتالي نحن نعيش حالة من الاحتقان الاجتماعي ومن الاحتقان السياسي خاصة بعد كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد البارحة والتي كانت بمثابة القطيعة بينه وبين رئيس الحكومة سينعكس موقف الرئيس على الأجواء السياسية والشعبية المحتقنة في البلاد نعم أعلان الرئيس قيس سعيد رفضه القطعي للتعديل الوزاري الذي أعلنه هشام مشيشي قبل أيام وبذلك بسبب شبهات فساد وتضرب مصالح طالت عددا من الوزراء وهذه الشبهة هي التي أطاحت وأدت إلى سقوط حكومة الياس الفخفاخ سابقا بالتالي نحن إزاء أزمة سياسية أو حلقة أخرى من الأزمة السياسية وأزمة دستورية كيف سيتعامل البرلمان والحكومة مع هذا الرفض لرئيس الجمهورية لهذا التعديل الوزاري والذي قال أنه لن يقوم ويؤد اليمين الدستورية حتى في حال مصدقة البرلمان على هذا التعديل الحكومة ماضية على ما يبدو اليوم إلى جلسة برلمانية لنيل الثقة للوزراء الجدود درغم رفض رئيس الجمهورية بالتالي نحن إزاء أزمة دستورية هناك من يقول أن الأداء اليمين الدستورية هو أمر ضروري وبدونه قد يبطل العملية برمتها هناك من يقول أن هذا اليمين الدستورية هي أمر شكري وبروتوكولي وبالتالي الثقة الوحيدة التي يمنحها هو البرلمان بالتالي قد نشهد سابقة لأول مرة تحدث في تونس وزراء جدد سيصادق عليهم البرلمان اليوم لن يؤد اليمين أو القسم الدستوري وبالتالي سنعيش أزمة دستورية في ذل غياب محكمة دستورية المخولة قانونا للنظر في هذه النزاعات وفي غياب نص دستوري واضح يوضح طبيعة القسم الدستوري وما مدى ضروراته ووجهاته وسامد عاسي بوراس الأتفزيون العربي في تونس شكرا جزيلا لك